ما حكم أخذ المال من والدته ثم توفيت والدته نعم بالنسبة للسرقة على الوالدين لا تجوز وهي مثل السرقة على غيرهما إلا إذا كان الإنسان يسرق على والده ما هو مضطر له في نفقته وكان الوالد من تجب عليه نفقته فيكون ذلك لا يدخل في نطاق السرقة فإذا سرق على والدته مالا وتوفيت ولم تتحلل منها فليتحلل من بقية ورثتها فهو من ورثتها لكن يتحلل من البقية يسأله من يسامحوه فيما لها من الحقوق عليه وإذا سامحه ورثتها فإن الحق لا يعدوهم منتهى شيخنا حتى لو كان المبالغ نذر يسير يعني مثل أطفال أحيانا يأخذون بعض الخردة بعض الليرات بعض الدراهم البسيطة المقصود هنا ما كان داخلا في نطاق التكليفي أما الأشياء التافية فعادة هي معفونا عنها أما الأشياء التافية فعادة هي معفونا؟